يجب أن يرتكز تجديد العمل المتعدد الأطراف على إرادة سياسية حقيقية للعمل بشكل جماعي إذ نحن مدعوون أيضا إلى تعزيز الحلول الدامجة القائمة على الإنصاف والشرعية والتضامن وفي هذا الصدد أكد صاحب جلال الملك محمد السادس نصر الله في رسالته إلى المشاركين في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي والصندوق النقد الدولي التي انعقدت في مراكش أن التطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي شهدتها السنوات الأخيرة تستدعي إصلاح المؤسسات والقواعد التي تحكم نظام تعددية الأطراف اشتركوا في القناة